المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوين ملفات هذه الليلة تونس تودع السبسي أول رئيس منتخب بعد الثورة هل تنجح في مواصلة مسارها الديمقراطي؟ وقرار والانتخابات الرئاسية قبل التشريعية يضع تونس بين خياري التسويات أو الصراع على السلطة مصادر موثوقة تؤكد للميادين أن ابن علوي لم يحمل رسائل أمريكية وبريطانية فهل تقبل تهران وساطة عمانية مع لندن وواشنطن؟ سلة كثيرة يثيرها رحيل والباجي قائد السبسي عن قمة المشهد السياسي التونسي قبل موعد الانتخابات التشريعية سلطات قررت تقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية ما يطرح علامات الاستفهام حول احتمال الدخول في تحالفات وتسويات على المناصب الرئاسية الثلاثة اتخابات الرئاسة في الخامس عشر من سبتمبر والتشريعية في السادس من أكتوبر أبرز القوى المتنافسة هي النهضة ونداء تونس وتحية تونس وقوى معارضة يسارية وقومية ولعل المفارقة في يوم وداع السبسي أنه الرئيس المنتخب بعد الثورة ويرحل وهو في منصبه في ظل صراعات التجربة الديمقراطية فهل ستنجح تونس في بناء مؤسساتها الديمقراطية وهل من تبعات دسورية وسياسية قد تتأتى من تقديم انتخابات الرئاسية على البرلمان وهل من دور للتدخلات الخارجية في المشهد التونسي لمرحلة ما بعد السبسي ونسأل في المسائية عن أبعاد زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني لطهران في ظل تصاعد التوتر في الخليج حيث تعد الزيارة رسالة بحد ذاتها نظرا للدور الذي تتمتع به سلطنة عمان كوسيط في الأزمات تؤكد مصادر موثوقة للميادين أن أبن علوي لم يحمل أي رسائل بريطانية أو أمريكية في موكب مهيب وحاشد ودع التونسيون رئيسهم وشيعوه إلى مثواه الأخير بحضور عدد من قادة دول عربية وأجنبية والسبسي هو أول رئيس منتخب في تونس بعد الثورة هذا تقرير لسميح البغانمي في مراسم تشيع المهيبة ابتدأت من قصر قرطاجة تولى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر تأبين فقيد الوطن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مراسم حاضرها عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفود أجنبية وتم إلقاء كلمات تأبينية اختزلت مسيرة الرئيس السياسية والديبلوماسية لقد تحمل فقيدنا العزيز المسؤولية الكبرى في الدولة ليترك فيها أثرا لا يمحى وبصمات لا تحصى في نظال متواصل من أجل الترسيق قيم الحرية وعلوية القانون وهيبة الدولة كان فقيدنا رجل دولة بانتياز ومن قصر قرطاج إلى مسواه الأخير ودع آلاف المواطنين الرئيس السبسي وبكوه رجالا ونساء تأثر يعكس قيمة الرجل الاجتماعي ومكانته السياسية فهو زعيم استثنائي في مسيرته ووطني في تاريخه الباجي قايد السبسي هو أول رئيس توافيه المنية ويخرج جثمانه من قصر قرطاجة في جنازة وطنية مهيبة وسط حضور أمني مكثف وإجراءات أمنية مشددة على طول الطريق المؤدية إلى مقبرة الجلازة وسط العاصمة بيجيبون أخونا ودنيا هو ليوقف البلاد ونحبوه شوين علي بوهنا ذلك ندعو له بالرحمة خدمتون سبصدق وندعو له الرحمة شعرنا بالأمان في عهده توابش يخلينا أيتام كيفما حمانا قبل بورقيبة واصل هو حمايته بش نكون قدوة احنا شباب تونس للبلاد هذه ويرتح في قبره الباجي قايد السبسي قامة هامة ونادرة من تينة استثنائية وخسرته كبيرة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس هكذا أجمع كل من عايش الرئيسة من قريب أو من بعيد خدم البلاد في كل مواقع المسئولية التي تولها وترجل إلى مسواه الأخير في مواكب مهيب يجسد عرفان التونسيين بالفضل لمن خدم البلاد بشرف وأمانة سميح البغان من تونس الميادين لمناقشة هذا الملف معنا من تونس رئيس تحرير جريدة الشعب الأستاذ يوسف الوسلاتي ومن تونس رئيسة تحرير قسم الشؤون الدولية في جريدة الصباح السيدة أسيا عطروس حيكم ضيفي العزيزين أبدأ معك سيدة أسيا ووريا الرئيس السبسي في الثرى وودعته تونس بهذا التشييع المهيب وهذا الحضور الدولي الكبير الذي يعكس بلا شك مكانة تونس ومكانة التجربة التونسية بعد الثورة ومكانة الرئيس السبسي كذلك ولكن الأنظار الآن منذ اليوم نحو المرحلة المقبلة ما بعد الرئيس السبسي ما الذي سوف يختلف بتقديرك؟ شكرا تحية لكم ولكل المتتبعين الكرام على أرض لبنان العزيز على قلوبنا عشتم كما عاش معنا العالم اليوم على وقع توديع رئيس استثنائي يخرجوا إلى العالم الآخر لا أسيرا ولا متاردا ولا قتيلا في انقلاب يخرجوا بموت طويعي به الذي انتخب انتخابا حرا مباشرا علمنا التاريخ وعلمتنا الدروس أن الزعمات ترحل والرؤسات ترحل والقامات ترحل وتبقى الأوطان والشعوب صحيح أن تونس مرت بفترة عصيبة هذه الأيام خاصة بعد الأزمة الأولى للرئيس عندما حدث جدل كبير حول الفراغ المؤقت ولكن ما نقول هو أن تونس لديها دستور هو الذي يمثل حصانتها ولديها شعب ولديها مجتمع مدني حريص على استكمال هذه التجربة الديمقراطية وهنا نقطة الاستثناء ربما ونقطة الاختلاف بيننا وبين مختلف التجارب ربيع العربي التي مرت بالمنطقة يعني المشهد القادم لن يكون خاليا من التحديات والصعوبات على مختلف المستويات ولكن هناك مسيرة تحتاج أن تكتمل وهناك دولة مؤسسات تونس عندها إرف مهم تونس الثلاث سنوات حضارة هي أيضا دولة مؤسسات دولة قانون ودولة فيها مجتمع مدني قوي سيواصل المسيرة استمعتم اليوم إلى كلامتي الرئيس المعطقة محمد الناصر وهو من نفس المدرسة البورغيبية من نفس مدرسة الباجي قايد السبسي ومدرسة الجائمة الراحل لحبيب بورغيبة وهناك إصرار على المضي قدما في الحفاظ على قيم الجمهورية وبديئها واستكمالها يعني هذا الكلام هذا الكلام سيدة أسيعة تروس مطمئن والمؤشرات كبيرة عليه بأن هناك ستستكمل تجربة ديمقراطية البلاد لا تتوقف على شخص مهما عظم شأنه أو كان مستوى تأثيره لكن اسمحينا ندخل في بعض التفصيلات المرحلة المقبلة مع أستاذ يوسف الوسلاتي أيضا أستاذ يوسف حياك الله ويخطر لنا نسأل عن تعديلات قانون الانتخابات التي رفض الرئيس السبسي أن يوقع عليها هل سيأتي من بعده من يوقع؟ هل سيد محمد الناصر لديه صراحية التوقيع؟ نعم تحية لك سيدي وإلى كافة مشاهدي قناة الميدين وهذا بدون إطراء أن أشيد بتغطيتها للحدث الذي صار في تونس وكانت محايدة وكانت تميزت بكثير من الحرافية لم نشاهدها في قنوات عربية أخرى وقد تعدثنا على هذا الأمر بالعودة إلى سؤالك سيدي طبعا هناك نحن الآن أمام إشكالية إشكالية تقنية في نهاية الأمر وهي الموعد الانتخابي وقصره وهو أمر يشغل التونسيين وربما قد نعود إلى ذلك ولكن تسألني هل أنا عدم إمضاء السيد البجي قيد السبسي قبل رحيله على التعديلات التي اقترحها البرلمان في القانون الانتخابي هل أنا من تبعاتها مثلا أن يأتي الرئيس المؤقت الجديد والذي يشغل منصب الرئيس ويمضي أو ينظر في هذه التعديلات من جديد أظن أن هذا الأمر لا يستقيم من الزاويتين أولا الأخلاقية وثانيا السياسية رئيس الجمهورية البجي قيد السبسي هو نظر في القانون وعدم إمضاءه كان موقفا واضحا ولم تشغله ربما ظروفه الصحية لأن كل مستشاريه هو تقريبا يعلمون جيدا وأنه ناقش هذا الأمر بكثير من الروية وحتى قبل أزمته الصحية لكن المشكلة هنا أستاذ يوسف بأنه على حد علمنا لم يعلن عن سبب عدم توقيعه على التعديلات نعم هذا صحيح هذا صحيح على اعتباره أن الرئيس كان سيلقي خطابا يوم وفته المنية أي يوم 25 جولة كان سيلقي كلمة بمناسبة عيد الجمهورية وكان بالتأكيد سيعلل عدم إمضاءه على القانون الانتخاب الجديد هناك بعض التسريبات طبعا وكان واضحا أنه اختار طريقا آخر لا هو إعادة القانون إلى البرلمان من جهة أو عدم الإمضاء عليه معناه من جهة ثانية واختيار الطريق الثالث وهو أن لا يمضي أصلا على هذا الأمر حتى تعتمد الهيئة المستقلة للانتخابات على القانون القديم سيد محمد الناصر لدي صلاحية التوقيع الآن كرئيس مؤقت لا أظن لا أظن بمقدور ذلك ليس حتى ظن ولا يتعلق الأمر بالظن سيقوم بتسيير ربما من ناحية سواء كان دعوة الناخبين أو بعض هذه الأمور ولكن أظن أن لن يكون هناك أصلا تفكير في عملية الإمضاء من جديد على هذا القانون والنظر إذن ستسير الانتخابات أستاذ يوسف وفق القانون القديم وفق القوانين القديمة وفق القانون القديم هذا ما أعلنت عنه هيئة الانتخابات من ناحية ومن ناحية ثانية يجب التذكير أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستنتلق الحملة الانتخابية ولا يعقل أن يعني أن أن تقع إعادة النظر في القوانين وربما تغييرها من جديد وإعادة النظر وخلق جدل سياسي جديد اللي في الحقيقة البلاد ليست في حاجة إليه تونس لكن هذه التعديلات اختراح التعديلات خاصة أنه يأخذ صفة برلمانية يمكن أن يؤجل الانتخابات المقبلة أو للمرحلة المقبلة ما بعد هذه الانتخابات ترجح ذلك هو أشوف يعني أنا اعتقادي وأنه هناك إشكالية الفترة الزمنية الممنوحة للانتخابات الرئاسية بحيث أن الفترة المخصصة للدعاية والتعريب بالبرامج وتقديم المترشحين أنفسهم لعموم الجمهور ستكون فترة ضيقة وسنكون أمام إرهاصات زمنية التي هي صعبة جدا وأن نستوفي فيها أو أن تستوفي فيها الانتخابات الرئاسية حقها إسمح لي أسأل أريد أن أسأل عن جوانب أخرى أيضا في المشهد التونسي الراهن والمستقبلي سيدة آسيا فيما يتعلق بالتفاهم الواقعي أو التفاهمات الواقعية إذا جهز التعبير بين التيار العلماني وبين التيار الإسلامي أو التيارات العلمانية والتيار الإسلامي في تونس هل سيكون هناك تأثير لغياب الباجي قاد السبسي عن المشهد في هذه التوافقات وشكلها وانسجامها وحتى عوامل قيامها هل سيكون هناك تغيير في هذه التفاهمات؟ أكيد أن المشهد القادم ستكون هناك مفاجآت كثيرة عندما انتخب باجي قاد السبسي وعندما تصدر المشهد السياسي بالفوز في الانتخاب التشريعية والرئاسية كان قد قدم التزامات بأن النهضة والنداء مثلا خطاني متوازيان لا يلطلقيان ولكن بعد ذلك ظهرت حكمة الباجي واليوم حتى من عرضوه وانتقدوه وندموا على أنهم منحوه أصواتهم يؤكدون أن حكمة الباجي هي التي أنقذت تونس من المجهور ومن ربما حرب أهلية كانت تترصد البلاد بهذا ما سمي لاحقا بفلسفة التوافق بين النداء والنهضة بين الإسلاميين والعلمانيين والتي مهدت لتجربة استثنائية يمكن أن نقول في تونس منحهم الباجي الحصانة منح الإسلام السياسي أن يكون في السلطة أن يجرب أن يكون في المشهد السياسي وكان هذا التوافق بالنهضة تونس ولكن المشكلة اليوم أن ليس هناك توازن يعني نداء تونس بعد انتخابات 2014 ليس نداء تونس اليوم هو اليوم مجرد حزيبات متباثرة تفرعت عندها تقريب خمسة أو ستة أحزاب بعد أن استبدى بأعضائها كل يوم يعني داء الزعمة الكل يريد الزعمة في نهاية المطار وغياب الرئيس ورحيل الرئيس سوف يعمق ذلك وغياب الرئيس لا لا طبعا سأتي إلى ذلك لأن العنوان هذا التوافق ارتبط بشخصين أساسيين وهما الباجي قيد السبسي رحمه الله والشيخ رجل الغنوشي يعني ولقاء باريس في أوت 2013 هو الذي أفرز هذا التوافق وهذا في المشهد السياسي التونسي أود أن أعلق على ما كنت طرحته مع ضيبك زميلي بشأن الانتخابات الرئاسية والموعيد هناك الحقيقة نظرت كثير من الجدل في هذا الشأن يعني أن تقديم الانتخابات الرئاسية يعني مبدئيا سنكون يوم 15 سبتمبر القادم على موعد مع الدورة الأولى الانتخابات الرئاسية هناك من يرى أن الهيئة الانتخابات قد تعجلت في هذا المؤمر وهذا الموعد ربما لا يناسب التونسيين فهو مع العودة المدرسية والعودة الجامعية وسبعت الاهتمام الناس ونحن أصلا نعاني من عزوف الناخب التونسي ومن أزمة ثيقة بين النخب وبين المشهد السياسي ولكن من ناحية أخرى يعني تحديد هذه المرحلة الفترة الانتخابية وتقديم الترشحات بين 2 إلى 9 أقود ربما تجنيبنا ما كنا عشناه في الفترة الأخرى من تخمة الترشحات أيضا لأننا رأينا كل من هب وذب وأحيانا يعني ترشحات تهين الرئاسة وتهين هذا المنصب وتهين حتى شعب التونسي يعني الكل يريد أن يترشح هناك في هذه الفترة الوجيزة سيتعين على المترشح أن يجمع عشرة ألاف توقيع وهذا ليس بالأمر الهيئ وليس بإمكان كل من هب وذب أن يجمعوه يعني رئاسة الجمهورية لها هيبتها وباجي قيد بالسبسي من الحاجات التي تحسب له أنه أعاد هذه الهيبة إلى التونس وإلى سورة الدبلوماسية التونسية ولسورة الرئاسة التونسية وهو ما رأيناه اليوم من التجادات للقافة العالم في هذا المجال سوف أخذ رأيك سيدة آسيا بموضوع الترشحات والترجحات أيضا لمن سيكون الحصان الأسود إذا جازت تعبير في سباق الرئاسة الأسماء المرشحة يطرح الكثير من الأسماء بعضها معروف وبعضها الآخر غير ذلك سأخذ رأيك فيها لكن سمحي لي أن أعرض هذا التقرير عن المرحلة المقبلة من تونس لإعماد شطارة سوف نواصل مشارعنا فيه معاً بناء دولة وطنية ديمقراطية على أساس علوية القانون ونجاعة المؤسسات محمد الناصر رجل المرحلة المقبلة في تونس يتعاهد لسلفه ورفيق دربه في العمل السياسي الباجي قائد السبسي بمواصلة العمل على صون مكاسب الجمهورية وتحقيق طموحات الشعب الناصر يرفع الرهان ويتعهد بأن يكون في مستوى المسؤولية المنوطة بعهدته وبالانفتاح على التشاور مع جميع ألوان الطيف السياسي على المسافة نفسها وبما يخدم البلاد تشاور تدعو إليه الأحزاب التي بدأت أولى مواقفها في التعريق على رزنمة الانتخابات بالدعوة إلى تعديلها تعديل للأجال تحذر هيئة الانتخابات من أنه صعب للغاية إن لم يكن مستحيلاً ويالتي حددت تاريخ الخامس عشر من ستمبر أي للمقبل تاريخاً للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية واختصرت مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام فقط حتى تتمكن من التوفيق بين إكراهات الآجال التي حددها الدستور ليكون للبلاد رئيس جديد منتخب شعبياً في أجر لا يتعد تسعين يوماً وبين شروط القانون الانتخابي الذي يفرض مهلة شهر بعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية للبت في الطعون استحقاق حكمت الأقدار برحيل الباجي أن يتم تقديمه عن الانتخابات البرلمانية بما بعثر أوراق بعض الأحزاب ليستحثها على كشف أوراقها مبكراً والإعلان عن مرشحها أو الشخصيات التي تدعمها ذيق فسحة التقاء المرشحين المتنفسين على كرسي الرئاسة بالناخبين الذي اغتزل في مهلة عشرة أيام فقط قد يخدم حظوظ مرشحين خبرهم التونسيون في مواقع القرار على حسب أسماء جديدة كما أن حسم اسم الرئيس المرتقب للبلاد ولونه السياسي قبل الاستحقاق البرلماني لن يمر من دون تبعات على رسم خارطة البرلمان المقبل الاستحقاق البرلماني الذي تتوقع عمليات سبر الآراء أن يحدث تغييراً كبيراً في المشهد بأفول أحزاب كانت في الحكم وعصفت بها الانشقاقات وتصويت عقابي على أحزاب كانت طرفاً في الحكم ولم تعمل على حال حالة أزمة البلاد الاقتصادية بما ضيق العيش على التونسيين وعلى وصول أحزاب تسوق خطاباً بديلاً يستهوي فئات واسعة من المجتمع عمد شطارة تونس الميادين سيد يوسف زميلنا عمد شطارة في تونس قدم قراءة شاملة للاحتمالات وأيضاً للسيناريوهات الممكنة وأيضاً تأثيرات على كثير من القوى والأحزاب وحتى فيما يتعلق بالانتخاب أخذ رأيك بما ترح خاصة لجهة المرشحين أن المرشحين للرئاسة الآن بسبب هذه الظروف والوقت سيكون هناك المرشح الجاهز أو مرشحي الصف الأول وليس ثمت صعود لشخصية تقنع الجمهور التونسي في حملة انتخابية أو في خطاب طبعاً هذه تكون النقيسة الأساسية التي ستعاني منها الانتخابات الرئاسية القادمة بحيث أنه ربما ستحافظ استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل الإعلام في المدة الأخيرة على ذلك الترتيب الذي رأيناه خاصة باعتماد القانون الانتخابي القديم وهو ما يعني أنه نحن بانتظار تغير كبير في نتائج الانتخابات سواء كان على مستوى الانتخابات التشريعية أو أيضاً الرئاسية لأنه يجري تقديم بعض العناصر سواء كان في الانتخابات الرئاسية بعض الأسماء تحلوا في المراتب الأولى وفق استطلاعات الرأي وهذا في أكثر من استطلاع الرأي وهذا بالنسبة للانتخابات الرئاسية وأعتقد أن ما سيكون حاسماً هو الذي يملك المكينة الانتخابية الاتصالية الجاهزة خصوصاً من لديهم بعض الإذاعات أو التلفزات القريبة منهم هذا من ناحية وكذلك قدرتها على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في الناخبين نظراً لقصار المدة وعدم قدرة الناخبين عن الانتقال للجهات نقطة أخرى لابد من التعليق عليها وتمها وقد توجهتم بسؤال إلى زميلتنا حولها وهي قضية التوافق هل أننا نهاية لهذا التوافق بموت أو تغيير أو تغيير في بنية هذه التوافقات أتوا أنا أقول في البداية أن التوافق بين النهضة والنداء وبين الشيخين كما يقال هو توافق غير مكتوب وحتى منظمة ترانسبرانسي أو كذلك حتى عبد الفتاح مورو من داخل حركة هذا وأشخاص آخرون منزعجون من مستقبل لهذا التوافق لأنهم يعتقدون وأنه يمكن أن ينتهي في أي لحظة بمجرد اختفاء أحد الشيخين وهو أمر يلمسه الآن ولكن لنقول أن التوافق بدأت توافق آخر بدأ لأنه في السياسة دائما هي المصالح التي تغلب على ذلك هناك بعض التحالفات التي تم نسجها منذ فترة منذ تقريبا خمسة أو ستة أشهر وتم التسويق لها وننتظر في المدى القادمة وأن يكون هناك نوع من الاقتسام لمراكز النفوذ في السلطة السياسية سواء كان في السلطة التنفيذية التشريعية أو كذلك رئيسة الجمهورية هناك تسريبات نحن لن نتحدث عنها الآن ولكن هناك رغبة من مثلا حزب تحية تونس في أتحاف لكن بأخذ الاعتبار مراكز القوى الآن بشكلها الحالي ألا يمكن الوصول إلى استنتاجات من قبيل أن رئاسة البرلمان قد تكون للنهضة الشيخ راشد الغنوشي رئاسة الحكومة قد تبقى مع الشاهد ورئاسة الجمهورية قد يتم لها مرشح توافقي بين الطرفين تحية تونس والنهضة هل يمكن أن نبني سيناريو على التوافق هذا بناء على القوى الآن نعم هذا سيناريو محتمل ولكن دعنا نقول أن موقع شاهد يكون في الحكومة أو في الرئاسة هذه مسألة أخرى لأنه يجب أن نستحذر ما كتب وما قيل مثلا البيجي قيد سبسي رحمه الله كان حينما كان يتحدث عن يوسف شهد عن رئيس الحكومة كان يقول أنه يريد الرئاسة وأيضا هناك بعض كما قلنا الاستنتاجات والقراءات التي تذهب إلى أن الرجل قد ربما يفكر في الرئاسة أكثر من العمل الحكومي هذا من ناحية وهو سيناريو مطروح وما ذكرته تقريبا هذه الأضلع لطريقة الحكم في المرحلة القادمة وإدارة شأن العام قد تكون بهذه الأضلع ولكن لنقول أن هذا الأمر غير مضمون تماما لأن هناك لأننا نتحدث أو سنتحدث في المرحلة القادمة على زلزال قد يضرب القوات التقليدية التي تحدثت عنها أصلاحة الرأي اليوم تعطي لحزب بنبيل القروي معناها نسبا مرتفعة سواء كان في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أيضا في الانتخابات الرئاسية بعض الشخصيات الأخرى تعطى لها أرقام مرتفعة ونجدها في أعلى هرم التوقعات بحيث أنها من الممكن أن تفوزها بالانتخابات الرئاسية طيب وأحزاب أخرى سيكون لها نصيب كبير خلينا اسمح لي أستاذ يوسف اسمح لي أخذ رأيي السيدة آسيا بهذه الأسماء لأنه في عندي بعض الملاحظات أيضا أريد أن أستفسر عنها من حضرتك وسيدة آسيا سيدة آسيا رأيك بالأسماء أو المراكز القوى أو حتى ما طرحه الأستاذ يوسف أنه علينا أن ننتظر لأنه قد يكون هناك بروز لقوى غير تقليدية قد تتغير مراكز القوى بشكل جذري أو بشكل كبير على الأقل بناء على رأي الشعب في نهاية المطاف هذه نقطة نقطة أخرى أخذ رأيك ببروز اسم وزير الدفاع التونس يا سيد الزبيدي في الآوين الأخيرة وأيضا مدى حظوظ الرجل لأن يكون مرشحا توافقيا بين عدة قوى لرئاسة الجمهورية فعلا هذا ما كنت أشير إلي في شأن السباق إلى كارتاش وهو سباق مهم وحسب في المدة الأخيرة وقبل رحيل بيجي قيد سبتي كنا نعيش أجواء حملة انتخابية مبكرة وتنافس شرس قبل حد انطلاق الموعد الانتخابي اليوم ندرك جيدا أن قائمة المدرشحين هي قائمة طويلة وعريضة سليم العزابي أحد القيادين في تحية تونس تحية تونس قال له أن كشف أن الحزب يتجه إلى أن يكون يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي هو مرشحة قيس سعيد الأستاذ قيس سعيد قد يكون مرشحا للنهضة تتحدث عن حيصان أسود والنهضة تتحدث عن أصفور نادر واضح يعني دخول الشيخ رجل غانوشي سباق الانتخابات التشريعية عن تونس واحد أنه مؤشر قوي أن النهضة تريد الفوز بالانتخابات التشريعية ورئاسة مجلس النواد عودة اسم أزبيدي وزير الدفاع هو شخصية وطنية يعني تحظى باحترام التونسيين بمختلف يعني توجهاتهم هو سليل أيضا المدرسة البرجيبية والمدرسة الحدافة وهو طبيب وهو يعني رجل معروف ولهو عندها سمعة طيبة جدا ثم هو يعني من ثقات بالنسبة لجانب الرئيس الرحل الباجي قيد سبسي والنقطة المهمة أنه كان آخر من من التقى به السبسي وهناك من يتحدث ربما عن وصية من الرئيس الرحل إلى هذا الرجل الذي كما قلت هو يعني يتمتع بخصال يمكن أن يجمع حولها التونسيين ولكن لا ننسى أن هذه المسألة تحتاج إلى مكينة أعلامية مهمة تحتاج أيضا إلى توافق إلى تجنب يعني تشتت الأصوات ورهبها هنا وهنا تحتاج إلى قليل من التواضع وقليل من الوعي السياسي بالنسبة لأحزاب التي تصف نفسها بأنها أحزاب معتدلة متوسطة وأنها أحزاب بنيت على الإرث البورجيبي لتتوافق حول شخصية تكون قادرة على أن تتولى هذا المنصب وتكون في حجم المسؤولية وتجند تونس متاهات كبيرة يعني لها لعبة بصالح لعبة حسابات نعرف جيدا أن في السياسة ليس هناك صديق دائم أو عدو دام وأن لعبة المصالح قد تفرض إلى جانب لعبة المال إلى جانب لعبة المال السياسية والتمويلات وهذه أيضا لها دورها هي التي يمكن أن تحصل في مثل هذه الأمور يعني في المرحلة الانتخابية القادمة هذه نقطة مهمة جدا مفاجآت سيدة أسيا بدأت الآن مفاجآت احتمالية المفاجآت نعم هناك أكثر من سيناريو يعني هناك أكثر من سيناريو حول التركيب مجلس نواب الشعب في المرحلة القادمة حول يعني السباق إلى قرتاج والسباق إلى القصبة أيضا نحن في نظام برلماني يعني هذه هي معناتها نتيجة النظام الانتخابي وأكبر البقايا التي اختاروا التونسيين في هذه المرحلة ولكن يبقى السباق متع الرئاسيات مهما كان حدد الدستور صلاحيات رئيس الدولة وحصيرها يعني فإنه تبقى منصب مهم جدا واليوم شفنا صورة نتمنى أن تتعلم منها النخاب السياسية وأن تتعلم من دروس الدبلوماسية التونسية ومفهوم معنتها رجل الدولة اللي يمكن أن يكون صورة تونس بتلك المصدقية في مختلف أنحاء العالم وهذا ما يريده التونسيون وهذا ما يطلعوا أي تونسيون ونحن مازلنا نعيش على وقع رحيل باجي قيد السبسي أن تكون المدرسة البورغيبية متطوية وأن تكون معنا باتجاه قيم الحرية والعدالة والديمقراطية ولكن أيضا بأن وجود شخص وطني قادر وعلى أن يجمع كل هذه الخصال التي تنحد تونسيون ولا تفرق في هذه المرحلة الصعبة جدا اسمح لي قبل أن أختم هذا الملف أن أسجل بعض أو أسأل عن بعض الملاحظات التي جرت في بعض المواقف ما استطعنا من وقت أستاذ يوسف الوسلاتي السيد نائب رئيس البرلمان أو رئيس البرلمان نائب رئيس البرلمان المؤقت حاليا أو رئيس البرلمان المؤقت حاليا أستاذ عبد الفتاح مورو اليوم يقول بأنه ينفذ وصية الرئيس الباجي قادر السبسي ويمشي وراء جنازته ويقول هذه رغبة الرئيس وطلبها منه في وقت سابق في ذات الوقت كان له موقف حاد جدا تجاه صديق لحركة النهضة وصديق لعبد الفتاح مورو الشيخ عبد الفتاح مورو وهو الشيخ المصري وجدي غنيم الموجود في تركيا جالس في تركيا يكفر بكل الناس وله كلام عن تكفير رئيس السبسي في حياته وبعد موته كذلك ما هي دلالات المواقف التي يطلقها الشيخ عبد الفتاح مورو بتقديرك سواء كان ما يتعلق بموقفه من التشييع أو خلال التشييع أو الموقف الحاد جدا تجاه حليف وصديق لهم مثل الشيخ وجدي غنيم طبعا حتى بالعودة إلى تصريح سابق في الحقيقة تصريحات سابقة هناك تهجم من التونسيين على وكانت في شكل ردود فاعل على ما يكتبه وجدي غنيم هذا حتى قبل وفاة البجي قائد السبسي في كثير من المواقف وهو معادي بشكل كبير لنمط المجتمعي التونسي وفي الحقيقة التونسيون يستذكرون باستمرار أيضا ذلك التراخي من عبد الفتاح مورو في الرد على وجدي غنيم ويقولون أنه كان يجامله وهذا الرجل قال كلما خطيرا عن التونسيين بصدد تكفيرهم بصدد النظر إلى تجربة تونسية خاصة في علاقة بالمرأة بكثير من التحقير وبطريقة مستفزة ومشمئزة للتونسيين فوقع اتهام فتحموره وكأنه بصدد مجامل هذا الرجل لهذا من ناحية وحتى اتهامه بازدواجية الخطاب على اعتباره أن هذا الرجل هو من الإخوان المسلمين وحركة في نهاية الأمر هي إخوانية وبالتالي فأن هناك نوع من المهادنة لهذه المواقف أو التعبير المزدوج ما لا يستطيعه أن يقوله هذا ليقوله ذاك بعد ما حصل في المدى الأخيرة والتصريحات التي قالها وجد غنيم وكتبها وجد غنيم عن البجد قيد سبسي أظن أنها خلقت نوع من الأزمة ونوع من دعني أقول من الحقد لدى التونسيين والإشماء زيز على مثل هذه الأفكار فهذه الأفكار في الحقيقة فيها الكثير من التحقير للتونسيين والتجربة التونسية لك ألا تعتقد أسادي يوسف ألا تعتقد أن المسألة تأخذ بعدا أكبر وهو ابتعاد حركة النهضة بشكل كبير عن تيار الإخوان المسلمين التقليدي المتواجد حاليا في تركيا لأن وجد غنيم ينتمي في نهاية المطاف لهذا التيار وموجود في تركيا باحتضان هذا التيار وكفر الجميع ليس فقط التونسيين الشخص الوحيد الذي لم يكفره هو الرئيس أردوغان لكن هو كفر كل الزعماء وكل الرئيس المصري والرئيس التونسي والرئيس السوري وإلى آخر لكن أليس هذا مؤشر على ابتعاد حركة النهضة بشكل كبير عن تيار الإخوان المسلمين التقليدي خاصة النقاشات التي نتابعها اليومين نخبة الإخوان تهاجم أو تختلف بشكل جذري مع بعض نخب النهضة في الحوارات والندوات تلفزيونية وغيره سيدي دعني نقول هذا المؤشر وهذه الإشارات والنقاشات التي تحدثت عنها كانت مطلوبة منذ فترة مهمة كانت مطلوبة منذ سنوات وكان يفترض على حركة النهضة أن تطلع الجمهور على نقاشاتها الداخلية وتطلع الجمهور على المراجعات التي قامت بها اليوم لا أحد من المثقفين ولا أحد من هذه النخبة التونسية تعتقد أن حركة النهضة جادة لأن الأمر يتعلق كما قلنا ببعض المواقف المبثوثة هنا وهناك والتي لا يمكن الاعتداد بها والقول بأن الحركة تنصلت يعني باستمرار هناك اعتقاد بأن الوثيقة التأسيسية لحركة النهضة هي التي تستعملها إلى الآن لم نجد ولم نعثر في أدبيات هذه الحركة على ما يفيد نعم أشكرك جزيلا الشكر لأنه انتهى الوقت وهي مطالبة بأن نعم مطالبة بماذا تفضل تفضل المطالبة بأن تكون هناك وثيقة جديدة تلخص فكر هذه الحركة وتلخص انتماءها للمجتمع المدني ولا يعتد أيضا بالتصريحات صادرة في بعض الأحيان عن القواعد أو حتى عن القيادة الوسطى ساذ يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب من تونس وسيدة آسيا عتروس رئيس التحرير قسم الشؤون الدولية في جريدة الصباح أيضا من تونس أشكركم جزيل الشكر شاهدنا فاصل نفتح بعده الملف الثاني في مسائية الليلة مجددا حياكم الله أكدت مصادر موثوقة للميادين لا صحة للأنباء عن رسالتين أمريكية وبريطانية حملها وزير الشؤون الخارجية العمني يوسف بن علوي إلى طهران وأكدت أن بن علوي لم يحمل رسالة من مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر للحكومة الإيرانية كاشفة أن الوزير العمني عرض استعداد مسقط لوساطة لتخفيف التوتر بين طهران وكل من واشنطن ولندن حول هذه الزيارة معنا مباشرة من طهران الدبلوماسية السابق والخبير الاستراتيجي السيد أمير الموسوي سيد الموسوي حياك الله بداية والمصادر تقول لا رسائل بريطانية أمريكية هذا النفي من مصادرنا بناء على ما تسرب عن وجود رسالتين واحدة بريطانية وواحدة من كوشنر تحديدا للقيادة الإيرانية وفي كل منهما عرض مختلف واحد يتعلق بالناقلة والآخر بالأموال الإيرانية المجمدة ما مدى أو حيثيات أو خلفيات وجود مثل هذه التسريبات وإذا كان بن علوي في طهران بلا رسائل ماذا جاء يفعل؟ نعم شكرا لك ومشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة السيد بن علوي لديه مبادرات بما أنه يمتلك مخزونا من المعلومات والألاقات الاستراتيجية بينه وبين طهران من جهة وبينه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ولذا بإمكانه أن يقدم مبادرات لأن سلطنة عمان تتضرر بصورة مباشرة من أي توتر في مضيق هرمز وفي منطقة الخليج الفارسي لأنها معنية جدا باعتبارها هي وإيران يعني مسيطران على مضيق هرمز قانونيا فلذا أي توتر يضر بمصالح السلطنة ويضر بالجمهورية الإسلامية كذلك لذا أنا أعتقد أن لديه مبادرات ربما لا يحمل رسائل لكن مبادراته محترمة لدى الأطراف كلها يعني إذا قال شيء للأمريكان أو إذا قال شيء لإيران وإذا نقل شيء أو مقترح عن بريطانيا هذه الاقتراحات وهذه المبادرات محترمة عند الجميع لأنهم لأن الجميع يعرف أن السيد بن علوي هو مخزون معلومات ويعني جهوده السابقة وصلت إلى نتائج استراتيجية مهمة سيد الموسوي ألا تعتقد بأن عمان سلطنة عمان في الآونة الأخيرة اعتمدت دبلوماسية البريد أكثر من دبلوماسية إطلاق المبادرات من عندياتها إذا جازت تعبير أن نقول هكذا بمعنى أن أنها أصبحت ناقل أكثر ما أن تطرحي المبادرة ربما في هذه المرحلة نوعا ما يختلف الأمر لأنها كما ذكرت لديها سوابق قوية وضخمة ومخزون كبير من الأمور التي يمكن أن تمسك بيدها وخاصة أن الرسائل فشلت في الآونة الأخيرة الرسالة التي حملها رئيس الوزراء الياباني فشلت الرسائل التي أتت من مناطق أخرى وآخرها من فرنسا يعني ما تقدمت الأمور كثيرا ربما هذه المرة عمل استشارات قبل أن يأتي إلى طهران هذه أنا ربما أطمئن منها يعني ربما استشار الأمريكان استشار البريطانيين استشار الآخرين المعنيين في المنطقة وربما أضيف موضوع آخر هي استشارة المملكة العربية السعودية لأنه لا أستبعد أنه يحمل رؤية في الموضوع التطور الجديد بين الرياض وطهران فلذا أنا أعتقد أن هناك أمور كثيرة سيطرحها في طهران وخاصة أنه مدد زيارته إلى يوم غد وهناك لقاءات مكثفة يعني سيلتقي رئيس الجمهورية سيلتقي رئيس البرلمان وربما يلتقي شخصيات مؤثرة أخرى فلذا أنا أعتقد أن زيارة مهمة هناك رؤى مهمة هناك أوراق وملفات حساسة بيده وبإمكانه ونقطة الأخرى التي لفتت انتباهي أنا شخصيا الوفد المرافق ليس عاديا وفد كبير هذه المرة يعني دائما السيد بن علوي يأتي بصورة مختصرة شخصية شخص شخصين معه هذه المرة نرى ما يقارب ستة سبعة شخصيات ماذا عنالك ذلك سيد موسى يعني أن ملفات موزعة بيد الوفد المرافق وكل سيطرح موضوعه بحضور المسؤولين الطرفين الإيراني والعماني فإذا هناك متخصصين أتوا معه هناك مسؤولين ملفات معينة ربما أتوا معه واصطحبهم معه لتطرح الأمور بجزئياتها والنقطة الثانية التي ربما لفتت انتباهي أنا شخصيا كمراقب زيارته أتت قبل اجتماعات فيينا اللجنة المشتركة حول الملف النووي وهذا مهم جدا برأيه لأنه ربما ما يتوصل إليه ما توصل به اليوم ربما غدا صباحا سيؤثر إيجابيا على اجتماعات اللجنة المشتركة يعني نستطيع القول سيد الموسوي في موضوع الناقلات نعم ماذا يمكن أن يكون قد حمل في موضوع نعم يعني في موضوع الناقلات إذا ما تم التوافق لأن المؤشرات كلها تدل على أنه سيتم أطلاق سراحة الناقلتين يعني على خلاف ما طرح أن إيران تطلق سراحة الناقلة البريطانية بعد ذلك بساعات البريطانيين سيطلق السراحة الناقلة الإيرانية هذا مرفوض من جانب إيران لكن كل المؤشرات تدل على أن الحل السياسي قد طفى على السطح يعني ما هي إلا ربما ساعات الأمر يحسم فإذا ما تم الاتفاق على هذه النقطة ممكن يعني المندوب الإيراني والمندوب البريطاني على هامش اجتماعات غدا يجتمع ويتفق على آلية التنفيذ يعني ما نفهمه سيد الموسوي أن بن علوي لم يأتي لتسليم مقترح أو رسالة أو أو تصور هو يخذ مفاوضات الآن في إيران يعني نعم ممكن أن نسمي هذا المشكلة أنه الجانب الإيراني الرسمي والجانب العماني الرسمي يرفض اسم رسائل هلأ نحن ممكن نسميها يعني كمراقبين يمكن أن نسميها رسائل مقترحات يعني أيوة لأنه ما أعرف لأنه هناك إسرار من الجانب الإيراني أنه ما في رسائل والسيد بن علوي نفسه يقول لم أحمل رسائل إذن جايين يشربوا قهوة أو يعني يأخذوا الأرقيلة ما أعرف شي يعملوا في طهران فلذا أنا أعتقد أنه في رسائل في مقترحات ممنوع الأرقيلة يعني في في الأماكن الرسمية على الأقل في إيران لا الآن لا فتحوا المجال الآن ما في مشكلة لا بالأماكن الرسمية في وزارة الخارجية وفي مجلس أيوة طبعا في المراتق الرسمية لكن في الأماكن الأخرى بطبيعة الحال موجودة سيد الموسوي يعني نفهم أن يعني المؤشرات أو الدلائل بأن هناك صيغة مبادرة متكاملة ليس رسالة من هنا أو يعني ربما هذا ما يفسر رفض كلمة رسالة أنها ليست هناك أمور جزئية تطرح ويعني وينتظر الجواب عليها في صياغة لمبادرة فعلا تتعلق بسلة من الإشكاليات الموجودة بين بريطانيا وإيران وبين الولايات المتحدة وإيران على الأقل يمكن لبن علوي أن يضع الأسس وتمديد الزيارة يوم إضافي يعني أن الإيرانيين اهتموا بما جاء في حقيبة بن علوي نعم هناك اهتمام كبير المشكلة أنه كيف يستطيع سيد بن علوي أن يعطي موضوعين يقنع الإيرانيين بموضوعين أساسيين الموضوع الأول فيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي في الأساس مرفوضة لأن الإمام الخامنئي حسم الأمر بكل صراحة وبصورة علنية لكن اشترط حتى الإمام الخامنئي اشترط أنه إذا ما رفعت العقوبات وانتهت تهديد وأنهوا الأمريكان أنهوا تهديداتهم المتزايدة والتصعيد الإعلامي والتصعيد الدبلوماسي ورفعوا العقوبات يمكن النظر في موضوع المفاوضات لكن أنا أشرت إلى نقطة أن هذه الزيارة أتت قبل اجتماع اللجنة المشتركة لماذا؟ لأنه في كلام حول أن إيران ربما توافق أن تجلس الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أربعة زائد واحد في مفاوضاتهم المستقبلية حول الملف النووي فقط هذه ممكن تكون كمقدمة لتطورات أخرى في المستقبل إذا جلس الأمريكان إلى جانب أربعة الأربع الموجودين الآن في المفاوضات أربع زائد واحد هم يتفاوض مع إيران وليس تفاوض مباشر بين إيران وأمريكا هذه ربما تسهل الأمور في المستقبل لكن السيد بن علوي على ما يبدو لديه مقترح مهم هذا المقترح الآن يدرس في طهران حول أنه في استعداد على ما يبدو أمريكي لرفع العقوبات في بعض التسريبات تقول أنها بصورة تدريجية أو تعليق هذا ما ترفضه طهران طبعا التعليق مرفوض في إيران والتدريج مرفوض كذلك فالآن تدرس هذه الأمور إذا ما رفعت العقوبات السيد ترامب أنا أعتقد متجه نحو رفع العقوبات على ما يبدو لكن يحاول أن يضغط فيها الأقل على الدلائل والمستندات دعنا نقول أو المؤشرات المعطيات التي تعتمد عليها في القول أن ترامب في نهاية المطاف سوف يرفع العقوبات لكن سعرض هذا التقرير عن الزيارة لمدير مكتب الميادين من الحمرية في طهران نتابع هذا التقرير ونعود وزير الدولة للشؤون الخارجية العمانية في طهران للمرة الثانية في غضون شهرين في خضم التوتر الإيراني الأمريكي يظهر يوسف بن علوي في كل مرة إما حاملا رسالة أو عارضا وساطة لتخفيف التصعيد وقد حققت هذه الوساطة نجاحا في إبرام الاتفاق النووي عام 2015 فهل ستحقق نجاحا في إنقاذ الاتفاق والمنطقة من تبعات ذلك؟ سؤال تصعب الإجابة عليه بتفاؤل في ظل تعقيدات الموقف وتشعباته على أكثر من جهة عرض عدد من الدول وساطة لتخفيف التوتر لكن لحل الأزمة يجب حل جزورها قبل كل شيء وهو انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات على إيران تجري رياح ملف الاتفاق النووي عكس ما تشتهيه السفن الإيرانية والأوروبية بسبب عجز الأوروبيين عن الالتزام بتعهداتهم الأمر الذي دفع إيران إلى تقليس التزاماتها وفي ملف المفاوضات مع أمريكا لا تقدم مطلقا في ظل إصرار طهران على تفاوض في إطار الاتفاق النووي فقط على أن يكون مسبوقا بإلغاء العقوبات أما في ملف ناقلات النفط التي أشعلت الأزمة بين إيران وبريطانيا فما تريده إيران هو إفراج متبادل وهنا يبقى التوقيت هل سيكون متزامنا أم لا زادت سياسة بريطانيا ولسيما بعد احتجازها الناقلات الإيرانية من مستوى التوتر فضلا أن التحشيد العسكرية ومحاولة إيجاد تحالف لضمان حرية ملاحة هي من المساعي لتهديد الاستقرار في المنطقة وسطات عديدة قامت بها دول من المنطقة وخارجها لخفض التوتر الذي تقول إيران إنها لا ترغب به لكن من افتعله هي إدارة ترامب من جهة والحكومة البريطانية من جهة ثانية ومفاتيح الحل بيد هؤلاء وليست بيد الإيرانيين ملحمرية طهران الميادين سيد الموسى ويعود إليك من جديد ما هي دوافع تفاؤلك بأن الأمور سوف تسير بشكل جيد وأن ترامب في نهاية المطاف سوف يرفع العقوبات يعني لو لاحظنا أرشيف الزيارات الذي قام بها السيد بن علوي إلى طهران كانت كلها تختلف عن هذه الزيارة من ناحية المدة المدة الزمنية من ناحية الوفد المرافق ومن ناحية اللقاءات وأضيف إلى هذه النقاط الثلاثة موضوع عنها قبل اللجنة المشتركة في فيينا يوم غد إذن أربع نقاط تميز هذه الزيارة لأول مرة ربما زيارته اليومين دائما يأتي لساعات ويعود أو يذهب إلى دولة أخرى ودائما يأتي بوفد مختصر هذه المرة وفد واسع وكبير وكان يلتقي بوزير الخارجية ورئيس الجمهورية هذه المرة بشخصيات مهمة أخرى كالسيد شمخاني رئيس مجلس الأمن القومي وغدا كذلك برئيس البرلمان وشخصيات مهمة أخرى بالإضافة إلى أنه توقيت مهم برأيه بعد كل التوترات التي حصلت في المنطقة وخمدت لغة التهديد والآن التهبت وارتفعت لغة الحوار والرسائل إلى طهران يعني هناك رسائل متعددة تأتيها الآن إلى طهران لا ننسى زيارة السيد عادل عبد المهدي كانت مهمة كذلك برأيه وربما ستكون لها نتائج أخرى بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية السرية والعنانية للفرنسيين ما زالت مستمرة بالإضافة إلى جهود أخرى كدولة قطر وبعض الأشقاء الآخرين هناك جهود كثيرة تبدل وتطورات الملفين السعودي والإماراتي فلذا أنا أعتقد يأتي في وقت حساس جدا فإذا لديه مبادرات مهمة إن كان نحن كمراقبين ممكن أن نقول رسائل إذا رفضوا المسؤولين العمانيين والإيرانيين أنه ما في رسائل نحن نستطيع أن نقول ربما رسائل موجودة مهمة وربما مقترحات حساسة ومصيرية وحاسمة هذه المرة لأن الأمور لا تستحمل الانتظار أشكرك جزيلا شكر سيد أمير الموسوية الدبلوماسي السابق والخبير الاستراتيجي كنت معنا مباشرة من طهران المسائية انتهت في ختامها تذكير بالعنوين تونس تودع السبسي أول رئيس منتخب بعد الثورة هل تنجح في مواصلة مساري الديمقراطي؟ وقرر والانتخابات الرئاسية قبل التشريعية يضع تونس بين خياري التسويات أو الصراع على السلطة مصادر موثوقة تؤكد للميادين أن ابن علوي لم يحمل رسائل أمريكية وبريطانية فهل تقبل طهران وساطة عمانية مع لندن وواشنطن؟ لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والاسبانية إلى اللقاء اشتركوا في القناة